لحنروح لمحطتنا الأخيرة ورح نحكي شوي آمد بتصير التكنولوجيا مفيدة يمكن بتريحنا من الوقت نارمين عموماً توقيع أي ورقة أو معاملة هي رحلة تبحث بين المكاتب بالشركات بالمؤسسات وحتى أوقات بالجهات الحكومية هذه الرحلة بتقرق الأشخاص تاخد من وقتهم من جهدهم من حياتهم ولكن اختلفت واختلف هذا المشهد الروتيني مع مبادرة ومع مركز التصديق الإلكتروني اللي رح يتم إنشاؤه بالهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقاني شو أبرز الخدمات اللي بيقدمها كيفية التعامل مع مركز التصديق الإلكتروني وغيرها رح نتعرف عليها بالمادة التالية وبعد نبدأ مع المعلومات المتخصصة من ضيفنا لليون التصديق الإلكتروني خدمة يمكن من خلالها إصدار مليوني شهادة رقمية كما تقدم مجموعة من الخدمات الجديدة أبرزها خدمة الختم الزمني الموقع رقميا للمعاملات الإلكترونية والذي يقدم توثيقا لوقت مرجعي لزمن تبادل المعلومات والوثائق إلكترونيا إضافة إلى خدمات التحقق من صحة الوثائق الإلكترونية المتبادلة عبر الشبكة تعتبر المنظومة العمود الفقري وأحد أهم البنى التحتية للحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية حيث تعاد طريقة موثوقة لتحديد الهوية الرقمية وحماية وسرية البيانات والخصوصية وعدم إنكار إجراء المعاملات الإلكترونية أهم فوائد هذا المشروع إمكانية تبادل الوثائق الرسمية وغير الرسمية إلكترونيا واستخدام التوقيع الإثبات مع الحفاظ على اكتساب هذه الوثائق الصفة الرسمية تسهيل تبليغ القرارات لدى الجهات العامة على جميع المستويات تسهيل التعامل التجاري والتسوق عن طريق الشبكات المعلوماتية مع الحفاظ على متطلبات السلام والأمان تقليص عمليات الاحتيال والتزوير التي قد ترتكب للحصول على فوائد غير مشروعة وذلك للصعوبة الكبيرة للقيام بذلك إلكترونيا ولسهولة كشف التزوير سلمة فكرة بسيطة تعرفنا من خلالها على مشروع التزديق الإلكتروني المعلومات التفصيلية رح ناخدها من ضيفنا الدكتور عمار دلول وهو مختص في مجال الاتصالة تسعة صباحك صباحا أهلا سهلا فيك تسعة صباحك دكتور عمار كيفاك اليوم الحمد لله رح خلينا نبلش هيك ونحكي شوي عن التزديق الإلكتروني عرفنا شويات تعريفية عنه ولكن مجال تطبيقه فعليا عنه وخصوصا عم نحكي عن مشروع رح يكون بين وزارة الاتصالات والمركز حقيقة هو بس بشان توضيح المركز هو أنشأته الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تابعة لوزارة الصلاة فهي تحت وزارة صلاة والتقاني المركز هو يعني العنوان الرئيسي اللي قاله هو إدارة وتشغيل سلطة التوقيع الإلكتروني يعني مركز التصديق هو بيعمل إدارة وتشغيل لسلطة التوقيع الإلكتروني الوطنية والحكومية يعني هيكون مسؤول عن كل شيء له على علاقة بالحكومة كتوقيع الإلكتروني وبشكل عام إدارة على الموضوع على الصعيد الوطني وبيضل فيه جزء اللي هو جزء التجاري بيكون ممكن يكون من خلال شركات أو مؤسسات إن كانت حكومية أو خاصة بتدير العمل التجاري بسلطة التوقيع الإلكتروني هذا الحقيق صغير كان فيه قانون صدر بال2009 رقمه أربعة بيشرح عن سلطة التوقيع الإلكتروني وكيف آلية اعتماده وبني عليه عدة مراسيم وقوانين العلاقة بموضوع الجرائم المعلوماتية وبالتالي هو بيعطي حجية قانونية لأي وثيقة ليسكون فيها محاسبة قانونية عن طريق السلطة التنفيذية القضائية أو الجنائية وبالتالي اليوم المركز كان هي أهمية كتير كبيرة لتبلش عمليات الحكومة الإلكترونية تبلش شوي شوي تصدر هلأ المبسطة شوي بقى على المشاهدين لأنه شوي القصة فكرة جديدة على المواطن الطبيعي والعادي اليوم كان بكل بساطة لما بيجي بيعمل إصدار لأي ورقة أي مواطن بيوقعها وبيختمها بالعادي وبعدين بيروح مثلا على أي مكان ليقدم هالورقة فبيصير فيه إذا كان فيه شيء مالي خاصة أو مثلا معاملة عقارية مع مصرف أو شيء بيصير فيه شيء اسمه مطابقة توقيع أنه بيتأكدوا هذا الزلم هو نفسه هذا الموقع أما بحضوره شخصيا وبالتالي صار مضطر المواطن يروح هو شخصيا يكون موجود مع هويته الوطنية ليقدر يطابق هذه المعلومة أو يكون فيه مطابقة توقيع مثلا لفرضنا حرر شيء فبيجي مدير بالبنك أو شيء بيجي بيطابق توقيعه مع توقيع حامل الشيء أنه هذا التوقيع مطابق مثلا وبالتالي هون فيه عملية مطابقة لعملية التوقيع على أي مستند قانون إن كان عقد إن كان معاملة مالية وإلى آخره فاليوم هون فيه احتماليات كتير كبيرة ممكن تصير للإحتيال والتزوير وإلى آخره طبعا لما نروح على القصة إلكترونيا فأنا اليوم بصدر شهادة رقمية بتكون موجودة على ما يدعى توكن أو فلاشة على هالتوقيع أو بنزل على الحاسب أو على موبايل وإلى آخره بصدق فيه أي معاملة أو أي تعامل تجاري أنا بعمله من خلال هالشهادة هالشهادة مرتبطة فيني كشخصي ويدعى باسم المفتاح الخاص فعمليا هون صرت أنا بثبت حجية الورقة القانونية أنه هاي مصدقة من خلال مفتاح خاص لفلان فلاني أو من خلالي بعقد مشترك بورقة مالية بأي شيء هلأ شو بتأثر علينا هون بتأثر علينا أنه أول شيء المواطن صار بقدر من مكتبه من بيته يعمل أي معاملة عن طريق شبكة الانترنت إن كان إيميل يبعث عقد بالإيميل يصدقه ومبعرف إشياء يتفقوا تجاريا أو بدي خاطب ليأخذ ورقة رسمية فصار يعني مثال أنا بدي أقدم أخذ ورقة ومسال لا حكم عليه ومن بيتي فاليوم كيف بده إثبت للجهة اللي طالب مننا الخدمة أنه أنا عمار اللي عم بطلب لا حكم عليه ما حدا عم يجي يجيب ورقة قانونية بتخصني عم روح يطلب لا حكم عليه لألي ويروح يستخدمه مستخدام سيء مثلا ممكن فاليوم بيروح هذا أنا بيجي بحطها التوقيع الإلكتروني تبعي وبيصير في مصادقة عليه من خلال مركز تصديق إلكتروني أنه هذا التوقيع يخص عمار وبالتالي الجهة المانحة للخدمة بتروح بتقول أنه تمنحه الخدمة لأنه تأكدت أنه الشخص نفسه هو اللي طالب الخدمة فعمليا هون منكون سهلنا عملية البيروقراطية ومنكون وفرنا الحركة ودخلنا الدكنولوجيا باتجاه الحكومة زكية تكون عم تشتغيل إلكترونيا هلا على صعيد الحكومة الإلكترونية طبعا طم هي أحد محاورة رئيسية هو التوقيع لإثبات الحجية ومن ثم أنه يكون في دفع إلكتروني يعني أنا طلبت معاملة فأنا بدأت فحقها فاليوم طلبت من البيت مم أقول بعد ما أطلب إليك إروع على المركز تفحقها ما كنت رحت على المركز طلبتها تماما فاليوم فأساس المحاورة الرئيسية ستكون في التوقيع الإلكتروني والدفع الإلكتروني لحتى تنطلق عملية الحكومة الإلكترونية هلا على مستوى الحكومة بحد ذاتها لما بتصير في تبادل أو تعميم قرارات أو مراسلات فاليوم اللي بصير بتروحي على دائرة بيقول لك والله ما أزابط بيقول لك أسمعت في قرار جايكم من وزارة ما بعرف شو بهذا الخصوص بيقول لك دايا لأشوف بيسأل أقدم واحد بيكون مثلا من الموظفين مرأ عليك هكي قرار ما هيك من كلها تنعيشين فاليوم لما بتكون في عندي عملية حكومة إلكترونية وموقع إلكتروني فيه تعميم فبصير التعميم إلكتروني موقع إلكترونيا فأول شي غير قابل للتزوير مش هم أحد يغير بالتعميم عن طريق الحاسب يفوت هاكر مثلا أو حدب المعلوماتية بشي وزارة ويغير بالقرار إلكترونيا ويعممه بالإيميل بغير صيغة فبتعمم بيكون موقع إلكترونيا وبالتالي هالتعميم صار إلكتروني هلأ شو بتفيدنا لاحقا بالأرشيف الإلكتروني يعني أنا اليوم صار فيني إلكترونيا بسبساطة دور على أي تعميم وأصد شوفه لا أقدر أخدهم في مواطن أو لحتى أعامل الجهات الحكومية التانية الرسمية معاملات إجرائية وبالتالي اليوم نعم يعني نحن نحكي عن تعاملات إلكترونية وحكي كتير ظريف وحلو ولكن خلنا نحكي بالواقع يعني نحن بدنا نت سريع إذا بدنا نقول وشو العقوبات معويقات إذا بدي يقول لتطبيق هاي الفكرة نحن على مستوى صراف آلي يمكن من لف البلد بس لنلاقي شغال هو شوفي اليوم هي الصمتة كاملة يعني اليوم ببنى التحتية لا شك أنه تكون لازم تكون مؤمنة وفي معلوماتي بتقول أنه في شركة سوريا الإتصالات عم تقوم بمشاريع استراتيجية لتأمين بنى التحتية البنى التحتية أكيد لابد بتعرفي كان في عقوبات كتير خوية على بلد والتالي اليوم التقنيات الحديثة صار في صعوبات بتأمينها ولكن عم يعملوا جدا يأمنوا بنى التحتية اليوم لما عم بحكي عن مستوى إيميل ومعاملة إلكترونية نحنا لا نحتاج إلى بنى التحتية كتير كبيرة يعني سريعة تمام هالفكرة اليوم أنت اليوم لما بتفتحي فيديو يوتيوب ومبعرف اشياء بدك انترنت سريع لأنه آخر شي في ستريمينج في ميديا فأما لما ببعت إيميل نحنا منذكر أيام الديال أب كنا على نفتح كرت الديال أب على الهاتف بسرعات بسيطة ونقدر نبعت إيميل لأن الإيميل هو عبارة عن تيكست أو ممكن ملف بسيط من وورد أو شي ما بده سرعات عالية فاليوم مجرد يكون في عندي أي اتصال على الشبكة أو أي اتصال على الشبكة قادر أمن هذه العملية نعم دكتور عمار بداية هذا شي كتير مهم أنه نحنا الآلية أو خلينا نقول الأرضية هي مخدمة وموجودة عنا وسهلة مشان نجاح هذا خلينا نقول هذه التقنية اللي رح تريح ونفس الوقت رح تعطي مصداقية اليوم قلت أنه في جهات معينة هي بتكون مشرفة على هذا الموضوع مشان التحقق من موضوع التصديق الإلكتروني حتى ما يصير في عنا كمان تزوير تزوير بالتوقيع شو الجهات بسوريا اللي رح تبلش تستخدم هذا الشي ومدى انتشاره أمتى بنقول لح تصير سوريا حكوميا على الأقل كلها تتبع هذا الأسلوب أنه ثلاث أسلحة أبلش أنوا واحد أول شيء للفكرة أنه الهيئة الوطنية خدمات شبكة لما أنشأت المركز التصديل الإلكتروني فهي حتكون مانح للشهادات الرقمية يعني بتعطيك شهادة رقمية أنت ولا رجل أعمال بدي الشهادة رقمية هلأ هي عم تقول أن الهيئة حتشرف على الأمور الحكومية فقط فهي ترح تمنح موظفين الدولة بصفتهم الاعتبارية ومو صفتهم كأشخاص فمثلا أنا مدير ما بعرف شو بيجيها ما بعرف من حروح أمنحه شهادة من خلاله بيقدر يوقع إلكترونيا على معاملة هاي فهي تمنحها من خلال مركز التصديق الإلكتروني التابع للهيئة حيكون في مزودين خدمات خاصين تمام هالخاصين بمعنى أنه ممكن تكون جهة حكومية هي أغذة ترخيص بهذا الخصوص أو جهة خاصة شركة هتروح تمنح الأشخاص فأنا اليوم إذا أنا كشخص معي توقيع إلكتروني وهذا الحكي حيبلش من أول السنة يعني نبلش نشوف آثاره على الأرض الموجودة بالنسبة لي أتمتة إلكترونية وبالتالي هاي المحور اليوم وأن يكون في عنا أتمتة موجودة بكل أماكن وبالتالي قادر أنا أعمل توقيع إلكتروني بين الشخص وبين الموظف المسؤول عن الموضوع لحتى يتبادل أنا وياه مراسل الإلكتروني حكومي هذا نكسه على الواقع اليوم في مشروع تم لهو الأساس البنية الأساسية لنظام مراسلات الإلكترونية عبر وزاري بين الوزارات تم بوزارة الصلاة يعني في مشروع تم لهو ربط الوزارات الحكومية من خلال شبكة حكومية آمنة بتربط الوزارات بين نظومة مراسلات حكومية وفي بيناتهم توقيع رقمي فعنحنا نتجاوزنا مرحلة أولى اللي هي أن الوزارات على الأقل بطل التنطور البريد صار بتتخاطب إلكترونيا فإذا في معاملة متعلقة بكذا جهة رحت على جهة واحدة من خلال نافذة واحدة على التزديق الكتروني يعني قريبا إن شاء الله هي من لاقيه صار على أرض الواقع شكرا كتير إلك دكتور عمار دلول مختص في مجال الاتصالات على كل المعلومات القيمة إلى قددتنا شكرا إليك شكرا إليك دكتور شكرا لوجود